في فترة تم تكريم المسرح القومي من قبل مجمع اللغة العربية أيو، نحن بنحتم دايماً باللغة العربية المسرح القومي دايماً هتلاقي فيه عدد كبير من المسرحيات بيقدم باللغة العربية الفصحة وخصوصاً ما بيقى مسرح شعارية وكده يعني فإحنا بنحتمي باللغة العربية الفصحة وإذا ما تقدمش على خشبة المسرح القومي باللغة العربية الفصحة هيتقدم فيه الحركة المسرحية في مصر الآن كيف تراها؟ أنا هقول حضرتك على حاجة أصلاحنا مش الحركة المصرحية ماهيش البيت الفن المصرح بس ده إحنا عندنا مصرح الجامعة عندنا الجامعات كلها بتعمل عروض عندنا مهرجانات كتير جدا ويمكن أنا من خلال احتكاكي بالجامعات المصرية يعني أنا روحت سوهاج روحت أسيوت روحت المنصورة روحت المينيا روحت الفيوم جامعات مصر كلها وهم دول المفرخة الحقيقية للفنانين اللي بيجوا يقدموا في الأكاديمية أو اللي بيحترفوا بعد كده فالمصرح المصري فيه زخم كبير جدا من خلال مثلا ما تشوفي حضرتك مهرجان القومي للمصرح ما تشوفي عدد العروض اللي بتتسابق واللي بتتقدم للتسابق هتلاقي كم كبير جدا وجودة عليه فيما يتعلق بالبيت الفني للمصرح إحنا قدمنا عدد كبير جدا من العروض متنوع ما بين العروض الكوميدية والاستعراضية والميوزيكال والعروض الجادة كان حوالي 18 عرض السنة اللي فاتت 19 عرض السنة اللي فاتت لقت نجاح كبير جدا على المستوى الجماهيري وحتى على مستوى عائد شباك التذاكر ده دليل على إن الجمهور الحقيقي اللي بيجي للمصرح بيقطع تذكرة في تزايد وفيه اهتمام بالحركة المصرحية وفيه نجاح للعروض المصرحية المقدمة الحضور المباشر وحالة المصرح الحية حالة متفردة لا يمكن الاستغناء عنها صحيحة ولن تموت ولن تنتهي دكتور أيمن في فوقنا بالوقت الحقيقة بيت شعري جميل عيوة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم زهبت أخلاقهم زهبوا أي ما صلة هذا البيت الجميل بما تقدمونه على هذه الخشبة هو ده الدور الأساسي للمصرح والمصرح الارتقاء بالأخلاق والمبادئ والقيم القيم الإنسانية بشكل عام هو ده المصرح والمصرح الوطن المصري يقدم كل ما يدعم المبادئ والأخلاق والقيم المجتمعية والقيم الإنسانية أنا دايما كنت بقى أصور أي عشان ننزلها على السوشيال ميديا أو حاجة أبدأ من الجملة في وسط هذا الجمال وهذه الجملة تزين المصرح فتحة البروسينيوم وفتحة المصرح بشكل عام نحن هنا لكي نقدم مبادئ وأخلاق ليس مجرد الترفيه فقط الترفيه مطلوب ولكن المبادئ والأخلاق هي الأساس صحيح نحن بنحاول كمان نحن نكرم فنننا للسابقين كلهم اعترافا بفضلهم وبما قدموا يعني هتلاقي كل حضرتك كل بنوار باسم فنا من الفنانين بتوعنا شيء جميل احنا عندنا كمان يعني عندنا مكتبة جيدة جدا مكتبة مكتبة بتضم النصوص اللي قدمت عبر تاريخ المصرح القومي هل هي متاحة للطلاع؟ متاحة للبحثين والدارسين لأن معظمها بتبقى نسخ يعني بقى لها خمسين سنة وممكن أكتر شيء متحفي اه طبعا عندنا متحف اصلا ايضا للمصرح القومي بيضم بعض مقتنيات المصرح الملابس القديمة الأساس اللي كان موجود في المصرح بعض الاكسسوار عندنا تابع للبيت الفني للمصرح كله ومخزن للديكورات بتم إعادة تدويرها وتشغيلها تانية توفيرا للميزانيات وعدم إعدار المال العامي نحن أن نتأخرش عن أي دعم للفن المصري ونسهم بشكل حقيقي ومؤثر في إسراء الحركة الثقافية المصرية وتطوير بلدنا إن شاء الله ما هي أمنيتك لهذا المصرح العتيق والعريق جدا وللحركة المصرحية في مصر؟ أتمنى للمصرح القومي أن يزدهر ونحن نقدم على الأقل خمس أو ستة عروض سنويا إضافة إلى الربريتوار الربريتوار إن أنا عندي عروض القديمة دي هعرض كل عرض منها خمستاشر اللي يتعرض مثلا في السنة فيصبح المصرح مضيئا طوال العام لأن إحنا مش أقل من أي حد إحنا على مستوى وعندنا قدرات وعندنا خبرات رائعة تفوق الدول المتقدمة أحيانا أتمنى إن إحنا نجد مجموعات الشباب سواء من شباب المصرح القومي أو شباب الفن المصري بشكل عام لتتضافر جهدهم مع فنانين الكبار القدامى أبناء المصرح القومي لتقديم عروض فنية اللي احنا بنقول عليها العروض الكبيرة العظيمة رؤية ممتازة الحقيقة إن شاء الله